Learn and play ألعب وأتعلم هيا بنا عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موذع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح فإن جاءت شكرا لهم